موسيقى برنامج كاسغرافي برنامج تواصل اجتماعي يعتمد على الصوت يمكن من خلاله المستخدمين أن يستمعون حق بروتكاسات صوتية بشكل مستمر على سبيل المثال ممكن بالسيارة أن يخلون الجهاز على جم ويستمعون حق جميع الأخبار التي توصلهم وهم ممكن يسمعون حق البروتكاستات وهما مثلا يمارسون رياضة أو قاعدين على المكتب أو مسترخين بالبيت البرنامج الهدف منه نحن اللي بنخلق هاندس فري سوشال ميديا اكسبرينس حق اليوزر برامج التواصل الاجتماعي اليوم مئات الملايين من الناس قاعد تستخدمه وقاعد تعتمد عليه اعتماد كبير فيه ناس وايد قاعد تعتمد عليه كمصدر من الأخبار يعني صار التواصل الاجتماعي أسهل في تناقل الأخبار فيه ناس تعتمد عليه تبتعرف شنو شنو الترند أو شنو مثلا الهبة هالأيام شنو أحسن المطاعم شنو فصار التواصل الاجتماعي جزء من حياة الناس كاسيغرافي برنامج التواصل الاجتماعي ما فيه قيود بلا قيود يعني ممكن الواحد يتكلم في أي موضوع يبيه ممكن يتكلم عن مثلا السياسة ممكن يتكلم عن الدين ممكن يتكلم عن التربية ممكن يصير وسيلة للتعليم ممكن يصير مثلا هي وسيلة ممتازة جدا لتناقل الأخبار لأن عشرين ثانية حق الكاست ومتنوعة فممكن يكون وسيلة ممتازة للخبر لأن أنا ممكن أشقل الكاست سواء أنا مثلا مشقل القناة العامة أو مشقل مثلا قناة اللي أنا لاحقهم أو داش بروفايل شخص أو مثلا مجموعة معينة أشقل الكاستات وأسمعها بشكل متواصل فممكن يكون وسيلة ممتازة جدا لتناقل الأخبار الأحداث أو أي أمور يعني ما لقيود مشروع عائلي وخطوة جريعة بالنسبة لنا أن نسوي شيء ديد بس المكون أشكري مجرد مجرد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر